الجهود اللي هي قضية الدعوة في السجون والقطاعات الأمنية نعم متى بدأت؟ كيف بدأت؟ أين وصلت الآن؟ والله حتى قبل التقاعد وأنا مهتم بتوعية رجال الأمن والتعاون معهم خاصة وأنا كنت درس في كلية رجال الأمن ولي علاقة بهم حتى في مناطقهم الحقيقة بعد ما تقاعد دعوني حرص الحدود وقالوا نبغاك تأخذ جولات على حدود المملكة وتلقي عليهم محاضرات وهم يرتبوا لي الشيء وكتبوا الوزارة الداخلية وجاءت الموافقة من الوزارة بهذا أني أقوم الدكتور سعد العريف يقوم جولات على وأنت هيا رأس العمل لا بعد التقاعد أخذوا الموزارة الداخلية كلفوني وفيه غيري يعني دائما هم يأخذون إلى الآن أنا متعاون معه فالحاصل بدأت في جولات على مناطق الحدودية القيم حضرات من ضمنها رحلة للقريات على حدود الأردن ومعي ضابط وفرد وأخذنا جولة على المناطق الحدودية حقتهم محاضرات اجتمع معهم في مناطقهم أحيانا نجمعون كل مثلا المركزين يجمعونهم في واحد ونرقي عليهم حضرات توعوية توعوية في الأمانة وتقوى الله مراقبة الله والغيرة على الدين والوطن وأنتم هذا لأنهم مهمين جدا إذا صار منهم مشاكل ممكن تنعكسها صحيح لذاك لا بد تذكرهم بالله والأمانة وهذا البلد البلد التوحيد وحمايته والحفاظ عليه والغيرة على دينكم ووطنكم وأهلكم ولا تأمركم فلذلك التقوى والحث على الأخلاق وحسن التعامل والصلاة وغيرها وسويت لهم طوية سميتها رسالة حراسة الثغور ووزعت عليهم وطبعتها ووزعتها نبدلها العام الحرص الحدود ووزعت على حراسة الثغور رسالة الحراسة الثغور رسالة بعدها طبعا سويت مطويات كثيرة من ضمنها رسالة حماة الوطن على الجيش وعلى الرسالة إلى مثل العامل في خدمة الحجاج وطبعناها كلها رسالة إلى رجال المنافذ جوازات رسالة إلى رجال الدفاع المدني رسالة إلى قوة أمن الطرق وهكذا كلها الحمد تذكير كلها مطويات توزع عليهم الحقيقة واجتبع مع الضباط ومع الأفراد ونحثهم على الخير أنا أخذ من الملكة كلها هم يحجزون اللي مثلا من هنا أي ويرتبون يعطوني البرنامج قبل ما أروح ويستقبلوني هناك مثلا اليوم الفلاني في المكان الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني جولة ثلاث تيام أربع تيام من الصمن الفجر إلى حلال الليل أنا أقدم المحاضرات أنا أقدم المحاضرات هم يتولون الحجز لي والسكان وكل شيء والمرافقة طبعا بعدها أروحت لمناطق أخرى مثل منطقة تبوك مرتين منطقة تبوك من تبوك نلقي في محاضرة في القيادة وبعدها أطلع على حالة عمار على حقل اللي هو الدرة على مقنى على قيال على المناطق الأخرى إلى أن أصل إلى أملج على الضبع على أملج من أملج مناك أطلع على ينبع وأرجع للسعودية للرياض للرياض فهنا يعني أكثر مرة يرافق لي مثلا العقيد مش دير الشيون الدينية ويجمع المراكز ونسويها ونسوي تقرير عنها وطبعا هم الحمد لله يعني كذلك رهول الينبع رحت الينبع مرتين رحت لشرورة من شرورة إلى الوديعة إلى الربع الخالي اللي هو المراكز المجمعات في الربع الخالي المعاطيف والملح والمغارب ثم الخرخير ثم بعدها المنجور ومهولة على الحدود كلها ونلقي عليهم محاضرة كلها احتسابية على حدود اليمن ومن هناك على حدود أيضا مثلثة حق ومن هناك على المنجور تبع الشرقية رحت ليلة الشرقية على سلوة وعلى أبو قبيص وعلى خبار على المناطق دي ذهبت إلى نجران مرتين أيضا ذهبت إلى جيزان مرتين أو ثلاث ذهبت إلى جدة معهد حرس الحدود ومنه من جدة على المناطق اللي على الساحل مجير وراسم حيسن وابو النور والقنفذة والليث كلها رحت لها المناطق دي كلها رحت النجران اخباش وسقام وقد نوسل محاضرات يا دكتور محاضرات لا النوعة النوعة ويسألون ونعطيهم ونجس معهم ونحثهم على الخير لأن هم يعني تقبلهم شبه معزولي ونفرحون باللي يجيهم من بره فلذلك يعني بعيد عن الناس فلذلك يريدون واحد يجيهم منهم من نسف القطاع ويجيهم غير أنا أحيانا أروح مع الحالي وحيانا أروح مع مجموعة المنطقة نجران جينا منطقة اسمها سقام على الجبال البر على الجبال فيه بير أسكر وفيه طال عمرك عاكفة والصاح والقري والمناطق ثم رحنا لخباش في الجبع الخالي المناطق الكثير أهلة أهلة لا بعضها فيها الناس وبعضها لكن الحدود في الراس حدود وبعدين الحدود حاطينهم خط ما يجي معه إلا حرس الحدود يسول وحنا نروح تبع سيارة حيو رأس الحدود عندك تنصاب عرق السيول والبترة وذول يكلف أخباش ورحت جهزان رحت للطوال ورحت للمناطق الخوبة والمناطق كلها والعارضة وجهزان نفسها مع حرس الحدود من أكثر من 20 سنة وانا معهم شكرا للمناطق شكرا للمناطق شكرا للمناطق